هيا يا أطفال هيا نمتيا وقوم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أربع دور والشاطر يوطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي إذن يا أطفال حبيت أقول لكم باللي إذا حبيتوا تشاركوا معنا وتحضروا في هذه الحصة هذه معليكم إلا توجهوا موقع انترنت عمو ياسيد بوان كوم بشكل تالي إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسيد بوان كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال لما تشاركوا لازم يكون عندكم شوية صبر لماذا؟ لأن المشاركات عدت عشرين ألف طلب مشاركة في الحصة و سوف نكلمكم بالترتيب إذا شوية صبر وسوف يرن الهاتف عندكم سوف يعيدكم عمو ياسيد اليوم يا أطفال عندنا يوم عالمي مؤهم أنا نحبه هو اليوم العالمي للمتاحف كين متحف الأطار القديمة جاي في تلملي كين متحف الباردو ثاني مشهور كذلك ودركة على بلكم لكين متاحف تقريبا في كل ولاية إذا لازم تزوروا المتاحف يا أطفال على أشياء أن المتاحف فيها أشياء أشياء مفيدة أشياء تاريخية أشياء تفيدكم في الدراسة نتعكم في الحياة نتعكم لغز اليوم يقول تحبوا الألغازة؟ ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأه ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأه أنتم كذلك يا أطفال لكم تشاهدوا فينا بإمكانكم تجاوبوا على اللغز بطريقة تالية عبر الأنترنت إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الأنترنت تكتب عمويازيت بونت كوم تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارات ما تنساش رقمك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد أنتم لا تقعوا شاطرين يا أطفال ولكن نصبروا حتى النهاية الحصة لكي الأطفال لا يشاهدوا فينا تاني يقدروا يشاركوا معنا ودركوا نروحوا للبحثة التي قدرت لنا بحث جميل على المجاهد ياسف سعدي تفضلي الخير يا أطفال اليوم جيت نحكيكم على حياة ياسف سعدي ولد ياسف سعدي يوم 20 يناير 1928 في حي القصبة الشهير في جزائل عاصمة هو سياسي جزائري وأحد أشهر قادة جبهة التحرير الجزائرية خلال طورة جزائرية تلقى تعليمه الأول بالقصبة حتى سن الرابع عشر حين احتل الجيش الأمريكي والإنجليزي في 8 نوفمبر 1942 المدرسة التي كان يدوص فيها واتخذوها مقرا لهم نجأ إلى الحياة العملية بمخبزة لائلة بدأ نشاطه السياسي مبكرا اتشارك في المظاهرات التي نظمها حزب الشعب الجزائري في 1 ماي 1945 ثم مظاهرات 8 ماي 1945 كان كما قادر الحملة الانتخابية لحركة انتصال حرية الديمقراطية في المدية والعاصمة بعد هجرة دامت سنتين إلى فرنسا عاد إلى جزائر ليبدأ اتصالاته مع أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل ويتكفل بربط اتصالات مع خلايا المناظلين بالقصبة في عام 1955 أرسل إلى سويسرا للاتصال بممثل أحمد بن بلا هناك وأرقي عليه القفض لكن أطلق صراحه أربعة أشعر بعد ذلك بعد عودته وصل نشاطه في سرية إلى غاية عام 1956 وصل نضاله إلى غاية اعتقاله من طرف فرقة المظليين في 23 سبتمبر 1957 وتعرض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام لكن لم يتم تنفيذ الحكم وأفرج عنه بعد وقف الإطلاق النار شارك ياسف سعدي بعد استقلال جزائر عام 1962 في عدة أفلام عن ثورة جزائرية منها معركة الجزائر الأولى برافو 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 ياسمين برافو 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 ياسمين برافو ياسمين يا أطفال ياسمين درتنا بحث عن المجاهد ياسفي سعدي عمو يازيت جاب لكم أغنية جميلة شكول كامل تحبوا البلدة تعكم يا خي هذه الأغنية تتغنى ببلدتي يعني الإنسان يتغنى بالمدينة تعالوا اللي يحبها تغنوا كامل معايا بلدتي يا بلدتي يلا بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان يا هنى يا أمان في حما بلدتي عشت فيك بكرياتي أياما من حياتي عشت فيك بكرياتي أياما من حياتي يا محلى أوقاتي فيها طفولتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي فيك جدي جدتي فيك جدي جدتي يا محلى هالمتي فيك جدي جدتي يا محلى هالمتي لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي أمي تنادي لدخولي لا يا أمي لا تقولي أمي تنادي لدخولي لا يا أمي لا تقولي إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي موسيقى فيك بستان ونخل وعصافير ونحل فيك بستان ونخل وعصافير ونحل ووديان عتسيل مأبهاها غابتي وهضاب وجبال وشعب وتلال وهضاب وجبال وشعب وتلال وتريخ ونظال مأغلاها بلدتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي حجبوك برافو 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 عجبتكم أغنيها أطفال؟ نك وش رايكم دركان ترحون ألعاب الخفات تحبوها؟ نك يلا أنا أعطي دركة العم فؤاد لجانا من مدينة موريال إذن العم فؤاد تفضل تفضل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 يا اطفال شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 الرجال الإسعاف راح يجري جاب له الإسعاف جاءوا الدواء عمي صالح ودوها المستشفى صابوهم مريض بزاف وقالوا له لازم تبقى في المستشفى أيام وعمي صالح يسترزق بركب هذيك الكروسة هذيك اللي يبيع فيها الحلوى واجدروا هذيك التلاميذ أنيس قال أصحابه قال هم لازم نروح ونطمولوا دراهم باش ندولوا المصروف باش القوت انتعليهم باش العاجوز انتعوا تقدر تتقوت وراحوا راحوا تمولوا هذيك الدراهم وكامل ودوهم العجوز لما زوجته كامل فرحت بيهم مسكينة ولما أنيس خبر والديه بالعمل اللي قام به شكره قالوا له شفت يا والدي لازم الناس اللي تحبك لازم تتهلا فيهم عمو يازين تسمى العبارة لنا دوهم هاد الحكاية هي يجب علينا طالب بالعفو عند الخطأ مع الآخرين بالضبط بوبي بالضبط برافو 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 الإنسان الإنسان مهما كان لازم يطلب العفو لازم يطلب العفو كي يخطأ مع الناس ياخي ما هوش عيب أنه الإنسان يطلب العفو لازم يطلبه السماح ياخي يا أطفال شكران شكل عندو النقطة يحكيها لي تعال 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 أروح تعال فضل أقعد واسمك أيوب من جيت أيوب مدراريا مدراريا خيار الناس حكينا نقطتاك كنت يخطأ بيك سنقرق بقية كانت تقب لي إجعني أراجعها سيلا حمرة قال الزيخ السجل هو بدأ بقية كي يجب الله مدراريا المدراريا ثم قامت بسحكي فعال يقومون بالغاية الله مدراريا في العفو لازم الهدف ثم قاموا بقية لازم يطلب للغاية اللهي نقطع بحو مدراريا هاد الحكيم السيلي عنه لازم يطلب للغاية اللهي وشيخ يطلب للغاية اللهي أروحي بنتين تي تعالي تعالي أروحي أروحي خلوها جوز تعالي تعالي واش نروح منها أوقع دي بنتي واسمك انت؟ أحمد أحمد وين تشكون أحمد؟ في الجامعة في الجامعة؟ واش من الجامعة؟ يا أقلا يا أقلا حبيت تحكي لنا نكتة ولا تغنينا غنيا؟ غنيا غنيا ولا نكتة ولا دعاء دعاء أي قلنا دعاء دعاء النوم دعاء النوم يا الله تفضل سيتو 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 هيا روحي تحفظوا كيت تفكروا عود رجع واش ركي بنتي؟ سابة واسمك؟ ماروش شايمة شايمة مين جيتي شايمة؟ ويتسكني؟ بلكور في بلكور طورتي بشي ب بلكور بلكور معروفة بلكور واش هكي لبسة شايمة؟ غوب كابيل غوب كابيل غوب كابيل زي قبائلة تحبوه يا أطفالش؟ شباب ها؟ هايل 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 بنتي عندك شنوكتة تحكيها أنا ولا؟ لا لا تقولينا السلام برك جتت تسلمي علينا؟ جتت نغني جتت غني؟ هاي غنينا ونيا برافو 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 شايمة برافو شكولي عندو نكتة شكون؟ تعال اروح اروح هاق هاقوا عدوليدي واسمك؟ امير مين جيت امير؟ وين تسكن؟ بوز الريعة بوز الريعة تخاف من البروكي؟ ما تخافش؟ هاي احكي لنا نكتة كان واحد دراجل يمشي حتى ولا مشي يمشى برافو 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 اروحي بنتي نتيا تعالي 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 ما تخوفونيش الحمام هايوا اروحي بنتي منا هلا تعالي واسمك؟ سندس وين تسكني؟ زيراندا زيراندا اخيان الناس حكي لنا نكتتاك اه، كان واحد غابي راح المتحف ما دا لقى، واحد لا كصر مزهريا اثمانيا قالوا مولي المتحف وش بيت جدك اكصرت هاي من القرن الثامن العشر ما تقالوا خلعتني الله لا تربيك انا حسبتها جديدة تفضلي 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 بنتي يا أطفال الحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز تعرفوه عندك الجواب شكونا عنده الجواب شيء وشكونا يكتب ولا يقرأ ما هو حقيقة واسبك وليدي أيوب أيوب وشو الجواب والقالم القالم زيت شكونا عنده الجواب والعالم العالم 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 شكونا قل سيها لا يرفدي دو تعال الجواب هو القلم يكتب ولا يقرأ القلم شكونا قلها لك أروح أروح بي يا عنا أروح أروح تعالى تعالى جيبوا جيبوا تعالى تعالى أروح أروح عرفت الجواب تتاني أروح وشو الجواب القلم القلم شكونا قل هولك وره هنا بصبعك هادك والا شفتو كيفش يقول لك قلم قلبوا فيه لا لا هذا هذا يقول لك هادك يقول لك كيفش يجي ما يقول لكش لا 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 يقول لك شي ما يقول لك شي فسكو صباح وريد خلطو قلوا الجواب تاني مره 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 هيا السيالة السيالة الحمراء 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 اللي حضرنا عليها من قبلة تعججها مره خلاص قتلي من جيت؟ نا مدراريا مدراريا لما كي ساب الجواب على اللغزي عطفال عم يزيد يهدي له هدية هدية هاد الهديية تتمتل فيه سيدي فيه أغاني خاصة بالأطفال مدرستي وكذلك قبعة مع عم يزيد تحميك من أشيعة الشمس الضارة وكذلك عم فؤاد يهدي لك حسريا هاد البطا هاد اللي فيها ألعاب الخفة ودركها كيدخرج عم فؤاد يفهمك فيها كيفاش هتستمتع بها يلا مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك إلحقنا دركها إلى ركن عيد الميلاد عدنا عيد الميلاد عادل ست سنوات وأمير سبع سنوات فضلوا التحكوا بيها عادل وأمير يلا أصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتون تاحهم وإحنا راح نغنولهم عيد ميلادك أحلى عيد عيد ميلادك أحلى عيد رب تكتب لك عمر جديد الله يبرد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبرد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من قلبي فيك نتمنى صحة وسعادة وهانة شرح يا ربي دمية سانة وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي دمية سانة وتعيش أيامها أخرى موسيقى يا بانين ويا بانات يلا نطير فالونا نسأل مراح ونعش أحلى الأوقات نسأل مراح ونعش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنتا زيدناها ليلة حلوى يا محلاها بسمك أنتا زيدناها ليلة حلوى يا محلاها موسيقى 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 براابو 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 كين طفل جبنا رسم اليوم جبنا رسم نشوفوه أروح تعال تعال أروح واسمك عبد الرحمن من جيت عبد الرحمن؟ من بلكور واجبت لنا الرسم يا الله عمو يزيد سوف يفتح هذا الرسم نشوفوا الرسم اللي جبه لنا عبد الرحمن هذا هذا الرسم أحكم معي الرسم برافو عبد الرحمن برافو نحن نحتفظ بهذا الرسم هذا يعطيك صحة عبد الرحمن شكرا 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 وكذلك يا أطفال عمو يزيد يعطي لكم شاهدة مشاركة لقال أطفالكم موجودين هناك يتخرجوا تسيبوهم يسنوا فيكم هذا تع عدل وأمير تفضلوا يدوهم دركاء لأنه عيد ميلادهم وتمدوهم كي تخرجوا مننا هدو مش تحتفظوا بهم كذكرة في الحضون بتاعكم في حسة ما عمو يزيد وأنا ما بقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل على الخمسة العشية نهار ثلاثة على قناتكم الشروق تيفي ونحبوكم يا أطفال باي باي لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد برافو بوسوهم دركا عدل بوسوهم كامل كل عامتم بخير كل عامتم بخير ترجمة نانسي قنقر